منعود مرة أخرى مشاهدينا فقراتنا الحالية هكون خاصة بالمكتبات ودورها في تنمية الوعي والتصقيف لدى الشباب وهيكون هذا الحوار مع الدكتورة أماني مجاهد أستاذ المكتبات والمعلومات جامعة المنوفيس وعلى خير دكتورة أماني ورانا وشرفانا الحقيقة يعني في البداية طبعا المكتبات لها دور مهم جدا خصوصا في ظل التحول الرقمي يعني عندنا تكنولوجيا عديدة عندنا مكتبات على مستوى عالي جدا من الرقمانة يعني كل ده موجود لكن مهم قوي نوعي الشباب ونأهلهم لهذا التطور الحدث في عالم المكتبات نبدأ مع الشباب ازاي؟ أولا صباح الخير سعيد جدا لقاء اللطيف مع حضرتك والبرنامج الزريف أنا عايز أقول لحضرتك أن المكتبات بالفعل فيها عدد كبير جدا جدا من الشباب والناضجين بنسموه الأدلت اللي هم الحمد لله مثلا نقدر نقول من خمسة ابتدائي إلى أولى ثانوي بتلاقي حضرتك كم كبير جدا من الشباب ده موجود لأن فيه اكتفتس كتيرة جدا طبعا فيه مكتبات أطفال بتراعي الأطفال من سن ثلاث سنين والمكتبات ما بقتش أصبحت مكان بس لتخزين الكتب لأ المكتبات بتعمل أنشطة كتيرة جدا تخدم فئات متعددة من فئات الشعب وخاصة المكتبات العامة نحن عندنا ما شاء الله مكتبات عامة كبيرة جدا جدا وكتيرة ومنتشرة على مستوى المحافظة وعندها أنشطة كتيرة وفعاليات كتيرة بتجذب الشباب وبتجذب الأطفال وبتجذب أولياء الأمور حاضرتك بتلاقي مكتبات كتيرة أولياء الأمور منها كمان المكتبات المتنقلة يمكن على مستوى محافظات كلها فدي تفرع الحياة في هذا المجال طبعا مكتبات المتنقلة دي حاجة يعني أولا هي من زمان جدا مكتبات المتنقلة يعني من عمد أظافرنا وإحنا كنا بنشوف دار الكتب والوسائق الوطنية اللي هي الناشنال لايب اللي هي مكتبة الوطنية عندها أسطول من المكتبات المتمقلة وكانت بتتمركز هذه المكتبات في أماكن محرومة شوية من الوعي والثقافة وتلاقي حضرتك في أماكن شعبية كتيرة أو موجود فيها مكتمع شعبي كبير تلوقتي موجودة بالفعل ولكن تمركزت في بعض الأماكن اللي بيجي لها جمهور جتير يعني مثلا حديقة الحيوان فيها مكتبة كبيرة جدا بتعمل أنشطة منها التلوين منها المسابقات الثقافية دي تبع دار الكتب موجودة داخل حديقة الحيوان وبتعمل نشاط يومي تقريبا طيب خلينا نقول دكتورة يمكن إحنا عندنا أكتر من مكتبة عندنا أنواع مكتبات طبعا رئيسية ومركزية ويمكن كل جامعة بيكون عندها مكتبة مركزية يعني أهم المنشورات أو الرسائل العلمية خلينا نقول أنه فكرة أنه الشباب يطلع على هذه المكتبات الحياة زمان كان أصعب كتير من دلوقتي قبل عملية الرقمنة نقدر نقول أنه أي حد عايز يطلع على معلومة حاليا في ظل التكنولوجيا الموجودة والرقمنة أعتقد الموضوع بأسهل كتير بسي حديثك المكتبات طبعا فئات المكتبات كتيرة منها أكبر مكتبة موجودة وأكتر مكتبة يعني بتراعي التراث المصري هي المكتبة الوطنية بتاعتنا اللي موجودة على كورنيش وما كانها جميل جدا الكوليكشن بتاعها رائعة وفاحمة جدا وأهم هذه المكتبة أنها بتبث الثقافة وتبث العلم أنها بتحفظ دراس الأمة بكمية فئاته موسيقى بقى هتلاقي حدقات موسيقى رائعة بالزبط كل حاجة هنلاقي مكتبات عامة ودي ممكن بنسميها جامعة الشعب لأن من أهم وظائف المكتبات العامة نشر الوعي نشر الثقافة نشر دعم اللي عملية التحول الرقمي لأن تلوقتي ما بقاش تحول الرقمي فردي ولكن بقى على مستوى الدول وعلى مستوى الحكومة حضرتك فتلوقتي مبادرة التحول الرقمي وكل شيء وكل ده بتدعمه مؤسسات المعلمات وهي المكتبات منها المكتبات المكتبات الجامعية زي ما حضرتك طرحتي المكتبات الجامعية طبعا لها دور كبير جدا في دعم العملية التعليمية لأن هي أساس البحث العلمي والقراءة والتثقيق جوه الجامعة بتقوم بقى أطشرة كتير جدا ندوات ثقافية دعم تعليمي كل الكلام زي بالزبط كده كمان المكتبات المدرسية عاز أقول حضرتك المكتبات المدرسية هي نواة حب الطفل والطالب من نعومة أظافره للقراءة والتثطيف المكتب المدرسية مش بس كتب ولا قصص ده إحنا حضرتك يعني هي عالم أو جوه معين بالضبط والقراءة مهرجان القراءة ومبادرة القراءة حتى مبادر القراءة العربي اللي بتعملها الإمارات والحمد لله بيفزوها أولادنا الحمد لله بيقولوا قصص ويلخصوا ويطلعوا بره في الإمارات ويخذوا جوائز الحمد لله دكتورة حضرتك شايفة إنه مع التطور الرقمي أو إنه في عندنا مثلا الإي بوك على الإنترنت عندنا بدي أف عندنا حاجات كثيرة جدا جدا حيك شايفة إنه الأفضل للشباب اللي طلع على الكتب الوراقية ولا على الإنترنت بس يا فندم مهما أنا من وجهة نظري مهما تطورت برضو فين فئة بتحب الكتب أه بتحب الكتب وعايز أقول لحضايك الكتب مش مهم الشباب يعني يحب إيه أنا عايزها يقرأ يسمع يعني عارف حضايك تلوقتي عندنا مبادرات كثيرة جدا من نشرين بيعملوا ساوند بوكس آيوا أبل بسود ممتازة الأبليكيشن أبليكيشن موجودة حتى على قنوات على اليوتيوب هتلاقي حضايك ساوند بوكس هتلاقي ملخصات لكتب يعني حضايك لو ما عندناش وقت ان احنا مثلا نقرأ ونبسي الكتاب أنا بركب عربي أشغل ساوند بوكس أسمع الكتاب يقول قصة هتلاقي حضايك قصص عالمية هتلاقي حضايك لما عندناش وقت ققلي أسمع وقت كتير مش مثلا مش مسافة ساعة واتين بس هل في الحالة دي أنا خيالي لو أنا بسمع القصة مش بقراها وبتصور وبتخيل إيه اللي بيكون تأثيره أقوى أنا أعتقد الكتاب يبقى شكله أقوى أنا بتأثيره أقوى وخصص إحنا تربينا كمان على الكتب المضبوعة أعتقد أنه ممكن الحاجات المسموعة يعني فيه روايات كتيرة جدا وكتب كتيرة جدا يعني بتترجم إلى صوت لكن أنا بشعر أنه يعني الجزء الخاص بالقراءة بشكل عام بيعتمد على التصور على التخيل على الشعور بالمشاعر في الوقت الفلاني أو القصة الفلانية أنا بأعتقد كده يعني هو ده تشكيل الوجدان تشكيل الوجدان ده اللي احنا تربينا عليه وأرناه ويعني وتعلمناه وعايزة بس أقول لحدك أن المكتبات يعني أنا دايما بمثلها بأنها زي السفنجة أي تطور تقني أو تطور في الأداء أو تطور حتى في المباني المكتبات الحمد لله بتواكب هذا التطور ويمكن تلوقتي يمكن حالك تسمع الزكاء الإصراعي وطبقاته دخل بالفعل مكتبات ونلاقي إنسان آلي متاح جوه المكتبات بيقدم خدمات للروات أكيد أكيد حاجة جميلة جدا طيب دكتورة يمكن احنا هننتقل إلى جزئية مهمة جدا نحن عايزين نعرف المشاهدين إيه اللي اختلافت ما بين المكتبات المركزية الكبيرة ومكتبة مثلا زي مكتبة الأسكندرية بنتكلم على مكتبة القاهرة الكبرى مثلا يعني كلها نوعية مكتبات مختلفة إيه اللي بيميز كل مكتبة عن الأخرى؟ والله الأنشطة اللي بتقوم بيها والوعي الثقافي اللي بتنشره في المجتمع ودورها الكبير في المجتمع يعني إحنا أيام ما كنت مسكة جمع المصير للمكتبات كنا بنعمل دايما مؤتمرات ولقاءات وندوات سواء في مكتبة القاهرة الكبرى أو في مكتبة سكندرية وحسب الإمكانيات الموجودة يعني مكتبة القاهرة ما شاء الله أنا دايما بقول إنها كوميونيتي لايبري يعني لفيها مصرح كبير فيها ناس عندها وعي عندها أنشطة كتيرة جدا في الهدوات الثقافية يعني حاجة بتربوتي ما بين الأنشطة وما بين يعني التوعية داخل المكتبة من خلال أنشطة المكتبة نفسها طبعا عايز أقول لحضرتك إن المكتبة تلوقتي تحولت لحاجة اسمها كوميونيتي لايبري المكتبات المجتمعية اللي بتشوف المكتبة عايزة إيه وظهر جدا كمان في المكتبات المتنقلة بتشوف المكتبة هي راحة المكتبات المتنقلة بالذات بتخدم مبادرة رئيس الخاصة بالقرى ومبادرة حياة كريمة وكلام ده فتلاقي حضيك في النجوع والقرى والكفور بتشوف الناس دي عايزة إيه هل هي محتاجة دوات محو أمية هل هي محتاجة أنشطة وزي يعلمهم القراءة هل هي محتاجة توعية دينية ثقافية كل الكلام ده الحمد لله للمكتبات الأولوبية مكتبة سكندرية مثلا يعني فيها قطعات كتيرة جدا طبعا منها قطع المكتبات بيقدم خدمات كتيرة جدا للكبار والصغار وموسيقى وندوات احنا عملنا مثلا معهم حاجة كاية لطيفة جدا اسمها اللقاء الطيور المهاجرة ويمكن ساعة 2017 ويمكن الحمد لله نقابة الأطباء عمد بعدين حاجة زي كده كويس دكتور يمكن حضرتك أشارتي إلى أكتر من جانب أنه المكتبة بترتبط بالنشاط اللي بتقدمه أو الأنشطة اللي بتقدم من خلال المكتبة لكن يمكن احنا يعني الفترات السابقة يمكن كان بيبقى عندنا كأي حد باحث أو يعني بيعمل مثلا بحث خاص بالترقية أو أي حاجة كان بيتعذب زمان يعني بجد كان موضوع فيه نوع من العذاب فيه نوع من التعب إن أنا بحصل على المعلومة ما كانش فيه إنترنت طبعا بالشكل المتاح حاليا ما كانش فيه المكتبات المتنقلة ما كانش فيه المكتبات بالرقمانة اللي احنا بنشوفها والتكنولوجيا الحالية فهل يعني تم القضاء على هذه المتعب؟ والله بنك المعرفة ده حاجة هيلة جد بس أنا عايزة أقول برضو إن المكتبات مش ممكن تستغني عن المكتبات ليه المكتبات؟ هي طوق النجاة أولا مكان آمن يعني حضارك كفاية إن حضارك تعرفي تخشي مكان زي المكتبة وتلاقي اللايبرانين أخصائي المعلومات أو أمين المكتبة بتقولي له آه أنا لا محتاجة بيوفر حضارك وقتك بيوفر لك مجهودك بيجيب لحضارك بالضبط لحضارك عايزة ودي حاجة حلوة جدا جدا وكمان عندنا في المكتبات الأكاديمية الناس المسؤولين عن بنك المعرفة بيعلمون إحنا كباحثين إزاي أبحث جوا قاعد البيانات العالمية إزاي أستفيد من بنك المعرفة والكلام ده موجود في المكتبات المدرسية لأنه طبعا فيه قطع كبير جدا بيقدم الحاجات الدروس بتاعة المكتبات المدارسية أكيد هل محتاجين أن احنا يكون عندنا يعني الدراسة لعلم المكتبات وفهراسة الكتب والمجلات العلمية في المدارس محتاجين أن احنا يكون عندنا وعي بدأ؟ والله يا فنهم هم أعتقد بيدوهم فكة عن إيه هي تواية أو أسليب التنظيم الموجودة في المكتب ولكن إحنا محتاجين نطور محتاجين نطور شوية في المدارس بالذات خصوصا المدارس لأنه أنا بشعر أنه كلهم بيكونوا مهتمين جدا بالمواد اللي عندهم والامتحانات وكده لكن نادر قوي لما بلاقي أنه في طلاب مهتمين أن هما يطلعوا بشكل عام بيطلعوا إمتى لما يكون مطلوب منهم ريسورش؟ أه بالزبط بحفل بالزبط بالزبط بيطاروا أن هما يعني يدخلوا المكتبة يعودوا فيها وأنهما يحاولوا أنهما يبحثوا عن الكتب وهو الجديد بس هما عندهم حصة اسمها حصة المكتبة أه طبعا طبعا بس هي الفضل أنه يكون مفاعلة بشكل أفضل في المدارس بالزبط بالزبط خاصة المدارس الحكومية لكن على فكرة المدارس في المدارس الأخرى النوعية الأخرى من التعليم بتقوم بدور كبير جدا داعم جدا لعملية التعليمية يعني أنا بشعر أنه ده بيكون استكمالة لي في مرحلة الجامعة يعني أنا لما بتعود أن أنا من طفولتي أن أنا عندي فكرة أن أنا بدخل مكتبة بعمل بحث ببحث أنا بنفسي فكرة البحث بشكل يعني شخصي دي بتبقى حاجة ممتعة جدا ولا يمكن هنسى المعلومة ولا كتاب بالزبط عارف حضيك إحنا تجيلي اللي تربع على فكرة حضيتك الكروز المانشار لا المانشار دا هو الحبل اللي بنحط عليه قصص أف حضيتك دا في الفصل مش بس في مكتب كلمة فأنا طلعت أحب المكتبة وأحب القراءة والقصص كانت بنزالي شغف زي ما حضيتك بتقولي بتسكل وجدان كل مقرأ قصة جديدة كل مقرأ موضوع جديد بيشكل لي فك ويشكل لي وعي والحياة بتختلف والله في القراءة والعلم الحياة بتختلف فكيد فكيد خلينا نقول أنه المكتبة دا يعني عالم بالزبط أنا بدخل بتعرف على عالم آخر عشان أوصل لمرحلة الشباب يكون عندهم الوعي دا والطفل يكون عنده الوعي دا إيه اللي مطلوب من الأب والأم؟ الأب والأم والله اللي عندهم وعي بياخدوا ولادهم في الصف وبيروحوا لمكتبات كتير جدا يعني نفسي حضيتك مرة تعمل إن شاء الله بالنمي كده في مكتب ومكتبات بره وتشوفي كم الأطفال وكم الأولاد ليه؟ مكان آمن حتى حضيك بعض المكتبات كده هنا مكان الآمن لأولادك وأطفالك والنساء وحتى لما يكون آمن على العقل آمن على الفكر آمن بعيد عن أي تشتت أو أي فكر متطرف أو حاجة ليه؟ بنختار بعناية أوعية المعلومات وخصصا المكتبات العامة ومكتبات المدرسية كمان عندها قايمة بتختار بعناية فلما الطفل يخش يقرأ عارف مش غير الإنترنت الأسف اللي بيتعرض لكل حاجة مش متاحة أو غير هل إحنا عندنا فكرة الحاجة إن هي بتترجم كمكتبة فيرتشول يعني ممكن مثلا أدخل على مكتبة زي مكتبة الكونجرس مثلا أطلع على شكل المكتبة من الداخل يعني بيوسع أفق الطفل الحقيقة في بعض المكتبات فعلا بتعمل الخدمات دي زي ما حضيك بتقولي بالزبط وفيه كمان لو حضيك روحتي المكتبة نفسها بتعملك زي جولة وحضيك قاعدة كالتشوراما كده تتفرج حضيك على كل المقتنيات وكل الخدمات اللي بتقدمها وكل الدعم اللي بيعملون دي حاجة مهمة جدا للأطفال كمان إن أنا أتصور إن أنا ببحث في المكتبة على مستوى العالم ده في حد ذاته بيخليه عنده لأ إن أنا لأ مهتم وإن أنا أشوف وإن أنا أتعرف وهيفضل كده بزلط هي دي ما هي التربية من الأول هي بيبقى بترسم الحياة ولوجدان زي ما بيقول خلينا نتكلم كمان على فكرة المكتبة المتنقلة يعني أنا بشعر إنه فكرة إن أنا بقدم الخدمة دي في كل مكان وبشكل سلس ومتاح ده بينمي التوعية بعملية التسقيف والقراءة بالضبط عايزة أقول لها حضيك تخيالي كده وإنتي حضيك قاعدة في البيت وتبصي من الشباك تلاقي مكتبة فيها أنشطة بزلط فيها أنشطة كمان فيها وعي فيها نشاط تلوين فيها لسه مكتبة مكتبات المتنقلة عاملة مثلا اللي هي الألعاب بيلعبوا مثلا بالبازل الحاجات دي بتنامي الزكاية جدا 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 لا يخشش على أي محرك بحث يطلع لي حاجة غير مروف فيها في السن الصغير ولا يجب بفضل الله بنعلمهم بإزاي أو بيعلمهم هما في المكتبات إزاي يخشوا على محركات بحث الأطفال إزاي يسجلوا بالضبط إزاي يسجلوا من خلالها إزاي يبحثوا من خلالها بيخش أي قنوات بالضبط أي قنوات الأطفال يوتيوب بتاع الأطفال إزاي يستخدموه أي قصص مثلا اللي تنفحهم أي الحاجات الثقافية والدينية والتعليمية اللي تنفحهم فالحاجات بالضبط طوق نجاة أنا أأمن تماما عجيل اللي طالع يتربى بشكل صحي ومفضل إيه اللي ينقصنا حتى نصل إلى العالمية في المكتبات؟ الدعاية الدعاية طبعاً والتصوير قطعاً عندنا يعني كتب قيمة جداً في المكتبات ويعني لا تقدر بالسمن الحقيقة جداً ولكن ما حدش يعرف إنه موجود أنا عايزة أدعي حضارك تزوري قاعة الموسيقى اللي موجودة في دار كتب الوثاق الوطنية عندنا كنوس أعرف حضارك موسيقى وحاجات دار الوثاق فيها حاجات مميزة جداً وندرة يعني ومخطوطات وحاجات كتيراً وأنا يمكن طالبت كذا مرة أنهم يتيحوا هذي الكولكشن من خلال منصة من منصات دار الكتب اللي هم يتيحوا الكلام ده ليه لأن الحاجات أعرف حضارك لما يبقى عنده حضارك كنوز ومحتفظة بيها ممكن تتسرق لكن لما تيجي تتحيها يبقى الناس كلها عارفة إن كنوز دي بتاع دي لا في كذا بالضبط محدش لا دي بتاعت مصر فإتاحة الحاجة بتمنع سرقتها هل بنحتاج لمؤتمرات دولية مصر بالتعاون مع مكتبات على مستوى العالم حتى نبرز لدينا من كنوز هو بيحصل يعني بيحصل الحمد لله الناس المسؤولين على المكتبات في مصر بيروح يحضر مؤتمرات دولية وبيعرضوا وبيعملوا يعني ما شاء الله تعاف حضارك المصريين في كل حتة فاربنا وفقهم يا رب أكيد أكيد لأنه الاطلاع على يعني كنوز زي وسائق مثلا أو برضيات أو جرائب مثلا قديمة مثلا توسيق فكرة التوسيق نفسها من خلال الكتب أو المكتبات ده في حد ذاته ده ده علم وعالم آخر بالزبط بعمل التنظيم حضارك أنت عندك حاجة في البيت بتنظميها غير طبعا الأرشيف ده حاجة تانية خالزا أنت أرشيف بلد وأرشيف قمة في حاجة تانية ولكن كمان الحاجات المتاحة بالخلال النشر إن أنا أنشر أوائل الكتب إن أنا أنشر تعريف عن المخطوطات اللي عندي نبزات زي نبزة كده عن كل مخطوط بالزبط بالزبط أو صورة إلكترونية وتلوقتي يضر الكتب ده حلو ده فيها موساطة كتيرة وفيها مخطوطات كتيرة بشكل إلكتروني نقول إن الدعاية مهمة مهمة جدا الدعاية طبعا يعني 90% بالزبط والأوتريتش يعني لازم المكتبات دي تخرج بره ودي اللي بتتماس بها جدا مكتب سكندرية زي معرض الأثار مثلا مثلا يعني مثلا مكتب سكندرية دايما تروح من قبل المكتبات المتنقلة كمان تروح للأماكن وتعمل دعاية تعمل تعاون بينها وبين المكتبات المدرسية وأنشطتها كتيرة وعندها يعني الوعي لدور المكتبة تقول بقى رشدة كتيرة طبعا بيها يعني حاجات نادرة جدا على مستوى كل المجالات الحقيقة بالزبط الاحتفاظ بقى بيعني هذه المجلدات أو الكنوز بشكل إن أنا حافظة حاليا يعني بنشوف تكنولوجيا كديدة كتيرة تحول الرقمي آه طبعا التحول الرقمي من خلال السكانينج والحاجات إن أنا بحتفظ بيها بشكل معين أعتقد إن إحنا تفوقنا على فكرة المايكروفيلم والمايكروفيش والحاجات التي عندنا برحلة دي فبقى الموضوع يعني ألطف شوي آه طبعا دلوقتي بقى فيه منصات كتيرة طبعا الحاجات الكنوز الأديمة اللي هي مانهاش كوبيرايت لأنت معرفة لك عالفة موضوع الكوبيرايت والخطورة بتاعتها حقوق المؤلف وحقوق الناشر ولكن مثلا المخطوطات البريات أواء المطبوعات الكتب اللي خلاص وقعت لها حقوق المؤلف ما بقاش عليها حقوق مؤلف كل الكلام ده بتتحول وهتلاقي حضرك منصات كتير جدا على الإنترنت بتيح هذا العمل ومجانا فيه ناس بتاح كتب بفلوس لأنه بيبقى عليها كوبيرايت وفيه منصات يعني إلكترونية وفيه والمكتبات بتشترك وبتيح الكلام ده كله أكيد أكيد طبعا لأنه حسب قيمة الكتاب والعمل لو نادر كمان كل ما بيكون يعني أغلى وقيم أكتر ولو مفيش نسخ على مستوى العالم يعني احنا عندنا مثلا كتب في مصر على مستوى العالم يمكن عندنا النسخ دي ويمكن في بلاد كتيرة جدا مش موجودة نسخ لكتب نادرة جدا ومخطوطات وبرديات كل حاجة موجودة الحمد لله وفي كل مكتبات حتى المكتبات البلديات بتاعت المحافظة حضرك فيها كنوز مكتبات وزارة الأوقاف فيها كنوز مخطوطات حضرتك كل الكلام ده بس الحمد لله بتهتمي بمكتب الأزهر فيها مخطوطات ماشاء الله وفي الوقت المكتبات الجديدة اللي اتفتحت ماشاء الله يعني حاجة مستوى عالي جدا يعني احنا بنطمن الباحثين بشكل عام من نهاردة نقدر نقول لهم يعني لو انت فعلا محتاج لحاجات ندرة ومحتاج ان انت تطلبها من مكتبات على مستوى العالم يتصرف ازاي؟ والله يروح للمكتبات يعني المكتبات المقصية ممكن تتحلل نسخة ألكترونية ممكن يحصل نوع من أروع أدواء يعني بتلاقي حتى حتى في بعض بتوصل في حدود قد وقت لا لو نسخة ألكترونية خلاص لما تبقى متاحة مجانا بتتاح يعني على الأقل هم هيعرفوا يوصلوا يعني يوصلوا يقولوا له ده متاح من خلال كذا أو الموقع الفلاني أو أجيب نسخة بديئفها أو ملخص ليها وقاعد البيانات العالمية المشتركين فيها من خلال بنك المعرفة بتتحل حاجات كتيرة جدا بس يمكن أبديت يعني يمكن الحاجات الحديثة لأنها لأنه لسه طبعا عمليات أن أنا يعني أعمل زي أرشيف كده لأنها مش بقالها كتير يعني فبرضو بتاخد وقت شوية نصحتك لأي حد حابب أن هو يطلع على الكتب سواء على الإنترنت أو لو ورقية تقول له إيه نار أقول له روحي المكتبات أنا على طول بكتب الكلام ده أي حد يقول يا جماعنا أولادي خلصوا أعمل إيه روحوا المكتبات نشاط الرياضي اللي مش مشترك أقول لك أننا عربنا على الأجازة يا فنم اللي مش مشترك في النوادي فيه أنشطة رياضية موجودة أنا كنت في مكتبة من مكتبات العامة في ضميات بيلعبوا بنج بونج في المكتبة بيعملوا أنشطة مصرح بيعملوا أنشطة تمثيل يعني تمثيل مصرح وأفلام بيعملوا مثلا عرائس ميونت دورات كتيرة جدا أنا وحدك عايزة تعمل التخديد دورات إتيكايت إنترنال ديزاين برمجة صناعة الإنسان الألي ريبورت كل الكلام ده ممكن تلاقيه حضرتك موجود في المكتبات ده حلو جدا أنهم يستمتعوا بالأجازة داخل المكتبة مع الاحتفال وأننا بواتب الأنشطة أقول لحضرت كمان حاجة مهمة جدا المكتبات اطلعت على ثقافات الدول الأخرى دي حاجة جميلة يعني هتلاقي فيه حاجة اسمها ركن أمريكي ثقافة ركن صيني ركن ياباني ركن كوري على العالم من خلال المكتبة أنا تشرفت بحضرتك جدا حيك نورتينا وشرفتينا بشكري جدا دكتورة أماني مجاهد أستاذ المكتبات والمعلومات جامعة المنوفية شكرا جزيلا لحضرتك بشكركم مشاهدينا بكرا إن شاء الله فريق عمل آخر بنصبح عليك وإلى لقاء